سهلا خير وأهلا وسهلا بحضراتكم بداية أسبوع جديد أهلا بكل الأهلوية اللي بيتابعوا حلقة النهاردة واسمحوا لنا قبل أي كلام في الكورة وقبل أي كلام في الرياضة خليني بس أتوجه بالعزاء لشعب المصري كله النهاردة الحقيقة فقدنا قيمة وقامة كبيرة جدا الكاتب والسيناريست راحل وحيد حامد الحقيقة يمكن اسمه وحيد حامد علامة مسجلة أكبر بكتير جدا من أنا أقول عليه كاتب مهم أو سيناريست من أهم السيناريستات اللي اشتغلوا في المجال الفني ولكن الحقيقة كان صاحب رؤية وكان مدرك تماما حجم المسئولية بحكم الموهبة الكبيرة جدا اللي كان بيتمتع بيها وبحكم كمان قدرته على المعايشة والقدرة على الغصفي أدق التفاصيل والقدرة على الإحساس بمصر وبالمصريين أعمال كتيرة جدا هتخلد تاريخ وذكرى وحيد حامد رحل والبركة في من يأتي بعده لكن إزاي ومهم جدا وإحنا بنودع وحيد حامد نفهم قد إيه إنه فيه مسئولية كبيرة جدا ملقاة على عاطق الأسماء اللي جاء من بعده والحقيقة يمكن وحيد من أكتر الحاجات طبعا الله يرحمه اللي كان بيتمتع بيها هي القدرة والنبوغ في التأثير والتحليل ورؤية المشهد وإن يكون سابق عصره بسنين طويلة جدا لدرجة إنه معظم أعماله الفنية لما بتتعرض وتيجي تشوفها بعدها بسنين كتيرة جدا بتشوف إنه كان شايف اللي مفيش حد كان شايفه خالص العزاء طبعا لأسرة الراحل وحيد حامد ومرة تانية بكرر العزاء لكل الشعب المصري اشتركوا في القناة